من أعلى مراحل تطور ناروتو هو الطور الباريون والطور هذا سبب جدل مرة كبير بين فنزات ناروتو والبعض يقول أنه طور الباريون مبهو أقوى طور سواء أنتو شوف أقوى طور أو لا رح أرتب لك أقوى مراحل تطور ناروتو بالترتيب من الأضعف إلى الأقوى وعلى فكرة سويت نفس المقطع يتكلم فيه عن أقوى مراحل تطور باروتو رح ترقى هذا المقطع في قناتي الثانية مثبت في التعليقات أو في الوصف وأنصحك أنك تروح تشترك في قناتي الثانية ودفعل زر الجرس لأنه رح يسوي هناك بمثوثات فيديوهات كاس طويلة مرة رح تتناول مواضيع مرة كثيرة عن عالم الأنمي انجويا اوكي 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 خلونا نبدأ بناروتو بدون إضافة أي شاكره ناروتو بشاكرتها الطبيعية وهو صغير بشاكرتها الخاصة بس قدر ينتج لنا أكثر من ألف نسخة على حسب كلام كاكاشي أنه شاكرت ناروتو أكبر حتى من شاكرت كاكاشي البالغ على ذاك الوقت بمرتين بس ما على الأسف ناروتو ووقتها يفتقر للخبرة والذكاء وما به عارف أي شيء بس اللهم عنده شاكرت كبيرة وفوق كل هذا معه شاكرت الكيوبي على طريق شاكرت الكيوبي بفضل تسرب شوي من شاكرت كيوبي شفنا ناروتو قدر ينافس هاكو ولا حتى أنه قدر يتغلب على كيكي كينكاي الجليد اللي يعتبر من أحد أقوى وأندر كيكي كينكاي في عالم أنمي ناروتو وذا كله بس بتسرب الشاكرت الكيوبي نيجي ناروتو وقتها في اختبار التوني ناروتو طور شويتين من مهاراتها لدرجة أنه يقدر يستفيد من شاكرتها الخاصة بدون تسرب الشاكرت الكيوبي وحتى مع تسرب شاكرت الكيوبي ناروتو ما راح يفقد إنسانيتها بيتعامل معك طبيعي أو هو المتحكم الطبيعي لجسمه نيجي للمستوى الثاني واللي يعتبره هو أقوى مستوى وصلاح ناروتو في ناروتو الكلاسيك أو الجسء الأول اللي هو ذيل الأول وكلا نشفنا قد إيش نزيل ذاق مرة قوي راح تكون محمي من النار حتى أما ترس نفسها ما تقرر تسوي لك شيء والطور هذا كان مرة قوي على ذاك الوقت نيجي للنقطة الثانية واللي هي في بداية ناروتو شيبودن في بداية ناروتو شيبودن كان على نفس المستوى اللي كان فيه في ناروتو الجسء الأول اللهم مع تحكم أكبر واستفادة أكبر من الشاكر بس لما يوصل لمستوى ذيل الثاني راح يفقد إنسانيته على طول ورح يبدأ الكيوبي يتحكم فيه وفي قتاله ضد أورتشمار وشفنا ناروتو في مستوى مختلف مرة تماما لدرجة أورتشمار هو بنفسه ما قدر على ناروتو وانسحب من ذاك القتال اللي هو ذيل الرابع صحيح على وقتها يعتبر أول مرة شفنا ذيل الرابع ولكن ناروتو استخدمها قبل كذا ضد جيراية بالغرب جيراية صار عنده ندمة مرة كبيرة بسبب ذيل الرابع فجيراية حرفني إن كان بيموت لولا إنه ختم قوة الكيوبي هذا الكلام في فترة السنتين اللي هو فترة تدريب ناروتو مع جيراية واللي المعلومية أنا أشوف إنه ذيل الرابع أقوى بكثير من طور الناسك اللي استخدمها ضد بين بس الفرق أنه ناروتو معه إنسانيته ويقدر يتحكم بقوة طور الناسك ويقدر يستدعي ضفاضع مرة كثيرة تساعدة أما ذيل الرابع رح يهجف ورح يصير إنسان سايق على طارد الزيول خلونا نكمل سلسلة تدبل الزيولات اللي هو ذيل الخامس بعدها السادس بعدها الثاني من السلسلة من الزيول هذي قدرت يقاوم شباك تنسي حق بين بس للمعلومية بين أو ناكاتو كان مريض وكتر لو كان مو مريض كان بالفعل يقدر يخضع ناروتو بكل سهولة خلونا ننتقل الحين أقوى رفع ناروتو حصلها اللي هو كيوبي مود بس هنا قاعد نتكلم عن كيوبي مود غير المكتمل لأنه الغير المكتمل ناروتو ما يقدر يستفيد من كامل تكارة الكيوبي وما يقدر يخضع وحوش البيجو الباكية بسطور هذا مرة قوي زادت من سرعة ناروتو بشكل مطبيعي لدرجة أنه صار أسرع من رايكا كي اي وشفنا ارتفاع ملحوظ في تقنيات ناروتو في هجماته كل شي صار ليفل ماكس بعدها نيجيل لنقطة لما ناروتو قدر يحصل على قوة كاملة لنص الكيوبي هنا كيوبي عقد اتفاق مع ناروتو وصار يقدر يعطيه نص شكرته الكاملة وبسبب هالشي ناروتو صار أقوى من ثمان أو سبع وحوش بيجو كاملة نتخيل معي نص الكيوبي أقوى من سبع وحوش بيجو كاملة هذا ندل على أنه كيوبي مخلوق لا يقارن مع باقي الوحوش البيجو وممكن حتى أقوى من ثمان وحوش بيجو كاملة باقتراح من الكيوبي أو فكرة الكيوبي شفنا ناروتو قدر يضيف طور الناسك مع طور الكيوبي واللي خلته يقدر يجاري أوبيتو الريكودو المعلومية أضعف مستخدم لطور الريكودو اللي راح يسوي مكطة عنها كامل هو أوبيتو يعتبر هو أضعف واحد يوصل لهيئة الريكودو يبقى أقوى من شخصياتي منظر كثيرة لدرجة أنه أقوى حتى من هاشرامة لأنه هاشرامة بنفسها يعترف أنه أوبيتو يتفوق عليه وما في أحد وقته كان بمستوى أوبيتو يبغالوا شوية مساعدات وترقعات من كيشموت وقوة الصداقة أنا ندمج ومدري إيش ما راح تخلي التفاصيل هذي خلونا نرجع الحين لمستوى ناروتو الجديد اللي هو طور الحكيم المسارات واللي أنا أشوفه أقوى من الباريون لأنه ناروتو وقتها عندها هاكس مرة كثيرة عندها صلاحية أنه يستخدم تاكرة من كل وحش بيجو ويقدر يستخدم تقنياتهم الفتاكة ويدمجها مع الروسينغة وشفنا ناروتو قاعد ينتج آلاف النسخ مب عاشرة آلاف أو تسعة آلاف أو لا أكثر حتى من مئة ألف نسخة تشوف عشان تتخيل معي كمية الشاكرة اللي معي ناروتو الشاكرة الخاصة اللي هي أكبر بكثير من شاكرة البالغ بمرتين لا وزياد على كذا معاه نص الكيوبي ومعاه جزء من الكيوبي الثاني وزياد على كذا معاه جزء من كل شاكرة وحوش البيجو ومعاه نص الريكودو بعدها نيجي لطور الباريون طور الباريون بالنسبة لي مثل ما قلت هو أضعف من الريكودو بس يعتبره أقوى من كل التحولات السابقة وعنده سلبية كبيرة اللي هو أنه راح تفقد البيجو حقه ولكن كسرعة أسرع من الريكودو وكقوة الضربات أقوى من قوة الضربات الريكودو بس باقي الأشياء الريكودو يتفوق بكثير طوره ذا مرة يصير وما راح يفيد أي شخص عنده عمر مرة طويل وما راح يفيد ضيد كاكويا لأنه كاكويا أساسا خالدة فكما تعيش بتسوي يعني بتسوي سالب لا شيء يعني على عمر كاكويا فايب وننجي لأقوى تحول لناروتو اللي هو تخيل معي كل ما سبق من الشاكرة اللي أنا قلتها في طور الريكودو وزيد عليها شاكرة طبيعة كل اللي في الأرض نعم أكيد انت عرفت التحول اللي هو طور أشور شوف راح أذكرك مرة ثانية ما عندك سمعتها قبل شوي تخيل معي نص الريكودو وزيد عليها نص شاكرة الكيوبي وجزء من شاكرة الكيوبي القسم الثاني وزيد عليها جزء من شاكرة كل وحش بيجو وزيد عليها شاكرة نروتو اللي تعتبر أكبر من شاكرة بالغ العادي وتقدر حتى تنافس نص الكيوبي لأنه نروتو شفنا انه صح انه بمساعدات بس قدر يهزم نص الكيوبي بتشاكراتها الخاصة وزيد عليها كذا شاكرة الضبيعة اللي متواجدة في ذيك المنطقة كلها فحرفيا أنا شوف ان الطور هذا مظلوم ونروتو حرفيا كان يقدر يستخدمها ضد جيغن أو إيشكي وقوتها راح تصير مرة خرافية وراح يمتلك شاكرة مرة أسطورية أنا شوف انه أقوى أو أكثر بشري معا شاكرة في تاريخ السرسلة هو نروتو طبعا بعد مدره لأنه مدره يعتبر أقوى بشري من ناحية الشاكرة لأنه نروتو أصلا في طور النهاية أنا أشوفها أصلا أقوى من مدره الريكل وبس والله اكتب لي انتهت في التعليقات اش رائك في الموضوع ومثل ما قلت شيك على مقطع حق بورتو سويته في قناتي الخاصة راح ترقى رابطه في الوصف وبس والله هذا اللي عندي هتمنى أن المقطعين على إعجابك ولا تنسى الاشتراك واللايك والنشر وشيق على المقاطع السابقة وبس والله إيفل كان هنا وبيس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر